عودة إلى تفاصيل اختتمت يوم السبت فعاليات بطولة العالم لكرة الطاولة سيدات فاز منتخب الصين على الفريق الياباني بنتيجة ثلاثة الصفر ليحقق البطولة أو ليفوز بالبطولة الخامسة على التولي فازت سون يانشا واتشم ووان مانلي وهن اللعبات الثلاثة الأوائل في العالم على تهاي بي الصينية بنتيجة ثلاثة مقابل صفر في نصف النهائي وتأهلنا للنهائي بعد سبع انتصارات متتالية وفي نهائي البطولة واجهت البطل الأولمبيا تشين مين اللاعب ميو كيهارا البلغ من العمر 18 عاما في المباراة الأولى التي لم تستغرق وقتا طويلا بالنسبة لها حتى حققت الفوز الأول واجه دور البطل الأولمبيا وان مانلي التي واجهت اللاعب صاحبة المرتبة السادسة في العالم ميمائيتو وفازت بنتيجة ثلاثة مقابل واحد وفي المباراة الثالثة والأخيرة واجهت اللاعب رقم واحد في العالم صونيان شا اللاعب ميو ناكازاكي وحققت الانتصار بنتيجة ثلاثة مقابل صفر اذكر أن هذه هي الهزيمة الرابعة على التوالي لليابان في المباراة النهائية أمام الصين التي ترفع كأس كوربيون للمرة الثانية والعشرين بعد اللعب سبع وعشرين نهائية منذ عام 1954 تقام بطولة العالم لكرة الطاولة مرة لكل عامين واضطرت البطولة التي كان من المقرر أن تقام في بوسان الكورية الجنوبية في فبراير عام 2020 إلى الإلغاء بعد عديد التأجيلات بسبب تفشي الوباء وأخيرا أقيمت بطولة التشانتور العالمية لكرة الطاولة هذا العام بعد غياب أربع سنوات